الاكتئاب اللي بينتج عن قضية الوقت الضائع ده انه بيدخل في سلسلة انه هو الوقت لم يستغله جيدا ضيع نفسه عمل شيء هو بيكرهه يحاسب نفسه ويشعر باللوم فيحس انه فاشل فيترك البذل والمجهود فيفعل شيء سيء اخر فيشعر انه فاشل وهذه المتتالية نشأت من قضية عدم استغيال فراغ استغيالا جيدا لذلك وده نوع من ان انا سبقت شوية عشان وهرجع تاني كثرة الذكر عشان كده ذكرا كثرة الذكر والاوراد والاوراد وجود صلوات ونوافل والصحبة الصالحة وسماع الدروس هذا الانشغال التعبدي ركزوا معي هذا الانشغال التعبدي المبثوث طوال اليوم زالك تجد كتاب اسمه وده كان تأليف العلماء اسمه عمل اليوم والليلة كتير من العلماء قال ليه في كتاب اسمه عمل اليوم والليل انت طول اليوم والليل عندك اعمال مبثوثة تستطيع ان تتعبد بها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حتى الحياة الصالحة مع الناس فيه اوقات في النصة بانتقال الله وللعب وغير ذلك لكن انا بتكلم ان اغلب وقتك في حالة من الانشغال الديني والدنيا والنافع هذا الامر كثرة الاذكار والصلاة وعمل اليوم والليلة والانشغالك باكل من عمل يدك هذه الامور ليست فقط تعطيك ثوابا لها هذه حصون تمنعك من الانهيار يعني الاوقات اللي انت بتقضيها في ورد القرآن وفي الذكر ومع صحبة الصالحة وفي سماعة الدروس هذه الاوقات هي حصون تمنعك من متتالية الفراغ التي تتسبب في كثير من المشاكل في حياتك وده كثير من الناس وقع فيه لما ترك هذه الامور لما ابتعد عن الاوراد وصحبة الصالحة وكان حياته بصورة منظمة هو مش بس يا جماعة انه عمل معصية لا ده وقع فيه متتالية اصبح مدمن افلام الاباحية وقع للأسف في كثير من العلاقات المحرمة طيب انا وانا بتكلم في المقدمات التلاتة انا قلت الانسان قابل لتشكل انسان في جو في يبحث عن سد هذا النقص الانسان لما بيحافظ على ملء اوقات الفراغ بما ينبغي بيشعر بحالة من الغنى غنى النفس اما الانسان الذي لديه اوقات الفراغ كثيرة مبعثرة هو فقير النفس بل كثير من معلماء قال ان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر هي من فقر النفس وده خلاف موجود بين الشرح فقر النفس النفس الفقيرة ليس لديها معاني تعيش معها نفس فقيرة نفس الغنية هي نفس مكتفية بالله هي نفس ليست ملولة نفس الغنية لا تبحث كل فترة على شيء